تأهلت لعبة المنتخب الاراقي فاطمة سعد الى نهاء فرد النساء بالقوس المركب وحققت رقما عالميا للشباب بتحقيقها 146 نقطة ضمن مسابقات بطولة التضامن الاسلامي المقام حاليا في بنجلاديش كما احرز اللاعب الاراقي وليد حميد الميدالية البرونزية بالفرد للقوس المركب بعد ان جمع 149 نقطة وفي مسابقة الفرق فاز منتخب على نظيره الاماراتي بنتيجة بسداسية النظيفة وتأهل الى الدور الرابع